اشتركوا في القناة عرض الجمعة لكل جمعة يعني من جماعة الاخوان المسلمين ومسيرات العنف في محافظات مصر مختلفة الجديد الجمعة دي ان كان في حصار من اغنية تسلم الاياد لمسيرات ومظاهرات جماعة الاخوان المسلمين ورغبة عامة من كل الاهالي في كل المناطق اللي هما طرد الاخوان وافض مظاهراتهم كان في منطقة القادة إبراهيم تم احتلال منطقة القادة إبراهيم من مجموعة من المتظاهرين المؤيدين لخارطة الطريق وطرد كل عناصر الاخوان المسلمين بجانب مجموعة اخرى من القضايا نبحثها وهنشوفها في عنوين الاخبار في صحافة الغد منها كلمة مصر غدا في جماعة العمومية للأمم المتحدة اللي هلقيها وزير الخارجية السفير نبيل فهمي وايضا رد مصر على الرئيس التونسي المنصف المرزوكي اللي كان بيطالب بالأفراج عن ما اسمهم المعتقلين السياسيين ويضموا مرسليهم وايضا القبض على مجموعة جديدة من المطلوبين في مجموعة من التهم بكرداسة جانا النهاردة تحديدا اربعة ومواصلة العمليات وغدا ايضا هيكون اول يوم لعوضة التلميذ في منطق الرئيس هنا هي وكفر حكيم والى تفاصيل الاخبار في جريدة المصر اليوم في الصفحة الاولى عن مسيرات الاخوان بعنوان مسيرات اخوان مرسي تحت حصار تسلام الايادي والخبار معنا على الشاشة اشتباكات بالخرطوش بين انصار المعزول والاهالي واصابت خمسة في انفجار عبوة ناسفة بكمين للشرطة نهاردة كان في مظاهرات في المحلة والمنصورة ومصر الجديدة كان في اشتباكات عنيفة جدا وايضا في اسكندرية والملاحظة ان في اسكندرية الاهالي طردوا جامعة الاخوان المسلمين من ساحة مسجد القائد ابراهيم وهو الساحة الاكبر والاشهر في اسكندرية ورفعوا لافتات مؤيدة للفريق اول عبدالفتاح السيسي ونشدوا اغنية تسلم الايادي لغازج جماعة الاخوان المسلمين يعني بقت الاغنية دي بالنسبة لهم زي البعبو ايضا كان النهاردة في عبوتين ناسفتين موجودين في كمينين على طريق دائري واحدة في مصطرد والتانية كانت في كمين باسوس الاولى كانت كنبلة بدقية الصنع واصابت اثنين من الجنود واثنين من الاهالي وكمبلة باسوس اللي اطلقها او رماها مجموعة عنصرين كانوا على دراجة نارية وفروا لكن الحمد لله فجرت بدون خسائر ويعني تم تحليل الامبلة ومعرفة وجارة تحديد من نفذ العملية لضبطه واحضاره سريعا وان شاء الله يكون في تأمين اكثر على الطرق الدائرية حاصل يمكن الطريق الدائري بعد الحظر ما بيكونش فيه اي كمان او غيره حتى وان كان البعض بيستفيد من هذا انه بتبقى فيه سهولة في الحركة وغيره لكن في نفس الوقت بتبقى الطريق الدائري والمحاور كلها خالية من اي كمين شرطة او اي كمين لأقوات المسلح هننتقل لجريدة الوفد وعن مسيرات اليوم في الصفحة الاولى قوات الجيش والشرطة تحبط مسيرات الاخوان وعشرات مصابين في اشتباكات دامية بمصر الجديدة والمنصورة والخبر معنا على الشاشة وهو فيه تفاصيل اكتر في الصفحة الثانية وقوات الجيش والشرطة تنتشر بالمدينة الرئيسية للتصدي لعنف الاخوان وسوات الرملية بلعب بسهل من الاخراب من وزارة الدفاع والامن يداهم البور الارحابية اليوم التاسع في كرداسة ونهية وكان النهاردة ايضا بمناسبة ذكر المدينة الرئاسية هيئة نظافة وتجميل القاهرة دفعت بمجموعة كبيرة من الاشجار والعمال لتنظيف وعودة ميدان التحرير مرة اخرى للمظهر الحضاري اللي كان عليه ويعني بعض صدر الامنية اكدت انه لعودة مرة اخرى للاقتصام في ميدان التحرير من الباع الجائلين وعدم نشر الخيام اللي بتأثر على منظر الميدان ووقف حركة المرور وتعطيل منطقة وسط البلد كلها بسبب ميدان التحرير ايضا في الصفحة الاولى في الوفد اول ادانة لقتلة المتظاهرين في عهد مرسي وهو المجموعة اللي قتلوا المشيعين لجنازة بورسعيد والمؤبد والسجن المشدد ل24 متهم بقتل المحتاجين على مجزرة بورسعيد عندنا ايضا مجموعة اخرى من الاخبار وخبر خاص شوية بتضحيات جهاز الشرطة النهاردة كان فيه جنازة للرائد احمد ابو الدهب دفع حياته كان من نجدة الجيزة لثمنا لمحاولته منع اختطاف فتاة واللي حاوله المجرمين اتلوه اطلقوه علي النيران كان مصاب باصابات خطيرة لكن النهاردة توفيها وتم اعمل جنازة عسكرية لها حضرها وزير الداخلية اللواء محمد ابراحيم عندنا ايضا فيه الصفحة الرابعة في جريدة الوفد هو انتشار لقوات الجيش والشرطة بيئة المدين الرئيسية وكان النهاردة رصد لأهم المسيرات لجماعة الاخوان المسلمين اللي بتفشل كل جمعة فشل زريع جدا يمكن ايضا فيه دراسة عملها او تقرير معمول في جريدة الوفد عن ما يحدث من وقف المرافق وغيره فتعطيل المرافق يزيد في الصفحة الأولى في جريدة الوفد يزيد كراهية الشعب للاخوان وعلماء بيقولوا منع الأضاحي دعوة الدامة لتراعي مصالح المسلمين كان جماعة الاخوان المسلمين جماعة الاخوان يعني في الأفكار الغريبة والشازة عن المجتمع المصري اللي زي مثلا تعطيل نشعر في محطات الوقود وتعطيل الدراسة وتعطيل المتر وتعطيل كله وغيره أفضل حاجة وأحدث حاجة ليهم هو منع الأضاحي في عيد الأضحى مقبل اللي هيكون يوم 15 أكتوبر إن شاء الله ويعني وكأنه مصر تتوقف على الأضاحي اللي بتقدمها جماعة الاخوان المسلمين حتى يمكن في بعض الأصدقاء كانوا بيقول إن الإخوان المسلمين حتى في الأضاحي أو في غيره وليهم نظام خاص إنهم يوزعوا على قراءة الإخوان المسلمين حتى الزكاة وغيره من الموارد اللي بيودوها لربنا بيتبرعوا بيها جزء كبير منه لجماعة الإخوان المسلمين وبيكون ده نظام عام لكل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ومصدر رئيسي من مصادر الأموال في جريدة في جماعة الإخوان المسلمين اللي بنفق بها بقى على الجراد والمقرات وكل الأموال ومن التنظيم الدولي وغيره هننتقل لي جريدة اليوم السابع وهملة ملف خاص غد عن 43 عام على رحيل جمال عبد الناصر وتقول 43 عاما على رحيله وما زال عبد الناصر هو الزعيم أسرار جديدة ترويها هدى ابنة عبد الناصر عن حياة الزعيم وتقول ناصر لا يزال عقدة الإسرائيليين وتل أبيب ترفض إطلاق اسمه على شارع بالضفة وتفاصيل آخر كلامات في دفتر الضريح عن جماعة الإخوان المسلمين وفي المصر اليوم عن الاحتفال بعبد الناصر صفحة الأولى أسرة عبد الناصر تحتفل اليوم بذكرة 43 بحضور الفريق أول عبد الفتاح السيسي ومحمد حسين هيكل وحمدين صباحي ودعوة خاصة من نجله عبد الحكيم جمال عبد الناصر للشخصيات الأولى على رأسها الفريق أول عبد الفتاح السيسي ومحمد حسين هيكل وصباح هننتقل من الاحتفال ب43 عام على رحيل جمال عبد الناصر لموضوع التسعير الجبرية وغيرها في مصر اليوم في الصفحة الأولى يعني في مفاجأة كده بتقول وزير التموين يحذر يحذر بتطبيق الجبرية في حالة التلاعب الاسترشادية يعني هو العنوان محتاج تفسير شوية هو قال وزير التموين الدكتور محمد أبو شادي قال إنه هيعمل لستة من الأسعار الاسترشادية يعني مش هيجبر التجار على سعر معين لكن في نفس الوقت هيقوله ما تبعش التماطم مثلا بأكتر من جنيه ومص أو اتنين جنيه الخضار مش عارف بكذا الأسعار دي ودي بيكون استرشادية ما فيش أكبار عليه وما يكونش فيه مخالفة للقانون لو باع أكثر أو أقل قليلا من السعر المحدد فبيهددهم التجار لو ما انتزموا بالاسترشادية هيكون فيه تسعير جبرية بيكون فيه سعر محدد للسلع ولو باع بيه أغلى منه بيكون فيه هذه الحالة مخالفة للقانون وبتوصل لقضية وبعض القضايا بتوصل للسجن وغيره المصر اليوم بقى بتقول فيه الخبر في الصفحة الأولى إن المحكمة عدل منصور وهي تقصد المحكمة الدستورية لأنه كان فيه قرار قبل كده أو حكم منها المحكمة الدستورية تقريباً في سنة 2005 كان بيكلم على أن قرار التسعير الجبرية قرار باطل والحكم كان برئاسة المستشار ماري البحير اللي كان رئيس المحكمة الدستورية السابق وكان عضوية المستشار عدل منصور رئيس الجمهورية المؤقت وفي نفس الوقت الدكتور محمد بشادي بيقول أن التسعيرة واجبة خاصة في زل جشع التجار ويعني قبل مجرد الحديث عن الحد الأدنى للمرتبات للقطاع العام 1200 جنيه زادت الأسعار بشكل كبير وكان زي ما قلت لحضراتكم أن في بعض الأسعار تضعفت 3 أضعاف للسلعة الواحدة والرجل كان بيتكلم على مجموعة من السلع الأساسية ويمكن ده مش حكم محكمة أو غيره ده هو استباق من جريدة المصر اليوم إن هي جابت صورة من الحكم السابق على موضوع التسعير الجبرية وفي قاعدة قانونية بتقول تعميم الحكم السابق انصدر حكم ولم يتم طعن عليه أو طعن عليه من محكمة النجب أو غيره وكان حكم نهائي فالحكم ده بيكون آخر زي حكم استدلالي وفي نفس الوقت بيتم الاعتماد عليه في أحكام أخر هنطلع فاصل قصير وبعد الفاصل هنتابع أهم أخبار وعنوين صحافة القهارة صدرها غدا يوم السابق 28 سبتمبر فاصل قصير ونرجع لحضركم تاني اشتركوا في القناة